موجزة السادسة من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المصريين جميعا يحملون في قلوبهم لأرض سيناء الحبيبة تقديرا لا ينقضي مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال مضيفا في كلمته للشعب المصري في الذكرى الأربعين لتحرير سيناء أن سيناء هي البقعة الغالية من أرض الوطن والتي ينظر إليها المصريون على أنها درة التاج ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة وشدد الرئيس السيسي على أن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل يوما خالدا في ذاكرة أماتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة متوجها بالتحية إلى شهداء مصر ورجال الدبلوماسية المصرية وروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قراري الحرب والسلام بشجاعة الفرسان هناءت السيد انتصار السيسي الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء وقالت السيد انتصار السيسي إن عيد تحرير سيناء يمثل عيد الكرامة والعزة وانتصار الإرادة لشعب مصر الذي أكد قدرته على مواجهة أي تحدي لاستعادة ترابه الوطني وحقوقه ووجهت التحية لشعب مصر العظيم ولكل من ساهم بتضحيات غالية لإعادة سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن وفي إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى الأربعين لتحرير سيناء قام محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء بمدينة العريش وأشهد المحافظ بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لما يبذلونه من جهود في عودة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة مثمنا الدور الذي يقوم به أبناء سيناء في ضحر الإرهاب أعلنت وزارة الرئي تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء بطول 105 كيلومترات وأكدت الوزارة تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول باستثمارات ضخمة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وبتكلفة تصل إلى مليار وخمسمائة مليون جنيه وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع وضبط قضايا حجبها والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 344 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 125 طن ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 53 طن سلع وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط أكثر من 20 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط أربعين طن أسمنت وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان دقيق مدعم وأسمد مدعم وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط أربعمائة وعشرين قضية من بينها 139 قضية خبز ناقص الوزن و109 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات أعلنت مؤسسة حياة كريمة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مبادرة حياة كريمة رقمية بهدف البروتوكول يهدف لمحو الأمية الرقمية لأهالي القرى المستهدفة وتنمية قدراتهم الرقمية وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي وتحويل مجتمع القرى المستهدفة إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج دوليا أعلنت روسيا وقف أعمالها العسكرية للسماح بإجلاء عالقين في مجمع أزوستال في مدينة ماريوبول وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سحب قواتها إلى مسافة آمنة وضمان مغادرة المدنيين في الاتجاه الذي يختارونه يذكر أن مصنع أزوستال هو آخر جيب تسيطر عليه القوات الأوكرانية في ماريوبول المدينة السحلية الاستراتيجية التي دمرها القصف الروسي وباتت خاضعة بشكل شبه كامل لسيطرة الروس ختم موجز السادسة قدمناه لحضراتكم من التلفزيون المصري شكرا لكم